من أعنى فيما كتب في الأدب الروسي لأنطون تشيخوف لقد توفيت منذ دقيقتين وجدت نفسي هنا وحدي مع مجموعة من الملائكة وآخرين لا أعرف ما هم توسلت بهم أن يعيدونني إلى الحياة من أجل زوجتي التي لا تزال صغيرة وولذي الذي لم يرى النور بعد لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الثالث مرت عدة دقائق أخرى جاء أحد الملائكة يحمل شيئا يشبه شاشة التلفاز أخبرني أن التوقيت بين الدنيا والآخرة يختلف كثيرا الدقائق هنا تعادل الكثير من الأيام هناك تستطيع أن تضمئن عليهم من هنا قام بتشغيل الشاشة فظهرت زوجتي مباشرة تحمل طفلا صغيرة الصورة كانت مسرعة جدا الزمن كان يتغير كل دقيقة كان ابني يكبر ويكبر ويكبر وكل شيء يتغير غيرت زوجتي الأثاث استطاعت أن تحصل على مرتب التقاعدي دخل ابني للمدرسة تزوج إخوتي الواحدة والآخر أصبح للجميع حياته الخاصة مرت الكثير من الحوادث وفي زحمة الحركة والصورة المسوشة لاحظت شيئا ثابتا كان ذاك الشيء الثابت في الخلف يبدو كالظل الأسود مرت دقائق كثيرة ولا يزال الظل ذاته في جميع الصور كانت تمر هناك السنوات كان الظل يصغر ويخفت ناذيت على أحد الملائكة توسلته أن يقرب لي هذا الظل حتى أراه جيدا لقد كان ملاكا عطوفا لم يقم فقط بتقريب الصورة بل عرض المشهد بذات التوقيت الأرضي ولا أزال هنا قابعا في مكاني منذ خمسة عشر عاما أشاهد هذا الظل يبكي فأبكي لم يكن هذا الظل سوى أمي ترجمة نانسي قنقر